بيجري الرئيس عبدالفتاح السيسي جولة أوروبية نهاية الشهر الحالي بتشمل إيطاليا وفرنسا بتهدف إلى تدعيم العلاقات الاقتصادية وتوسيع التبادل التجاري معهما إلى جانب بحث زيادة الاستثمارات وإعادة السياح الإيطاليين والفرنسيين إلى مصر قال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إنه من المقرر أن يلتقي السيسي رئيسي إيطاليا وفرنسا وذلك للتشاور حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية وسبل مكافحة الإرهاب وتوسيع التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي